اخر حاجة ودي حاجة تالتة عايزة اتكلم فيها معلق مباراة النادي الاهلي ونادي يانجي افريكنز كابتن علي محمد علي انا عارف ان كابتن علي محمد علي واحد من كبار الزمالكوية اللي بيشجعه نادي الزمالك ده موضوع على جنب لما مفروض ان كابتن علي لما هيطلع على يعلق على مباراة للاهلي كنادي مصري ضد نادي يانجي افريكنز المعلق شغلته انه هو يشرح المباراة زي ما حصل النهاردة في مباراة الزمالك مثلا كابتن علي يعني ايه يعني حضرتك في مباراة الاهلي تطرقت لبعض الامور الغير صحيحة الغير صحيحة والتي كان لا يجب عليك ان تتطرق اليه هو نادي الاهلي فيه مشاكل ممكن يكون فيه مشاكل ولكن هو مش نادي الزمالك فيه مشاكل ونادي البيرامدز فيه مشاكل ونادي فيوتشر فيه مشاكل كل اندية العالم مش مصر فيها مشاكل ولماذا يا كابتن علي تتطرق لموضوع المشاكل فيما يخص النادي الاهلي ولكن في مباراة اليوم مثلا كل حاجة حلوة هنا الناس بتبتلي تقول اصليه كابتن علي زمالكاوي اللي انا عرفه ان كابتن علي محمد علي لما بيبقى على الشاشة بيبقى واحد من المحيدين الكبار يعني بيقف مع الناق ودي انا متأكد منها انا استغربت جدا جدا من كلامه مبارح على مثلا مشكلة برسيتاو والمشاكل الداخلية داخل النادي الاهلي وتشويحة امام عشور رغم من كل ده ما حصلش هذا الكلام هو كلام غير حقيقي هذا الكلام هو كلام غير حقيقي يا كابتن علي لانه مش مشاكل النادي الاهلي الداخلية النادي الاهلي ليس به مشاكل الا قد تكون هناك مشاكل فنية فرئيس النادي بيقعد مع المدير الفني يقول له احنا عايزين كذا يقول له اه زي ما بيحصل اندية العالم العالم مش فاندية مصر كله وبعدين دي امور ايجابية والكلام ده احنا كنا ايلينه من كذا فترة من الفترة اللي فاتت طيب على الجانب الاخر عشان كده الناس بتقارن انبارح حضرتك بتقول ايه والنهاردة حضرتك بتقول ايه بعيدا عن النادي الزمالك نعم ولكن هي المباراة النهاردة مباراة الزمالك فناس كتيرة جدا قارنت بين اللي حضرتك قلته في مباراة الزمالك واللي حضرتك قلته في مباراة الاهلي مشاكل داخلية والاهلي يعاني والاهلي لا كابتن الأهلي لا يعاني ولا حاجة الأهلي أكبر أو أكتر الفرق فوزا ببطولة أفريقيا النادي الأهلي هو الأفضل فنيا هو مين بطل أفريقيا حتى هذه اللحظة لحظة أنا أتكلم مع حضراتكم فيها دي النادي الأهلي مش نادي تاني طيب من هو المرشح للفوز بهذه البطولة النادي الأهلي مش نادي تاني مش سانداونز مثلا لا عندما يكون هناك ترشحات لو خدت من عشر أفرقة هيقولولك سبعة أو تمانية منهم سبعة منهم هيقوللك النادي الأهلي هو الأقرب للفوز بهذه البطولة المرشح الأول للفوز بكل البطولات النادي الأهلي المشاكل موجودة في النادي الأهلي وفي النادي الزماية وفي الإسماعيلي وهنا وهنا موجودة في كل حتة ولكن كيفية حل هذه المشاكل وكيفية لوقوف على أن النادي يبقى خسران مثلاً لقدر الله من البطولة وراجع ووقف على رجله أن النادي وأنا بشوف أن ده مش مجاله في التعليق وجهة نظري أن ده مش مجاله في التعليق كابتن عالي محمد عالي يعني أستاذنا يعني برضو أنا استغربت جداً 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 من مبارح أو الاختلاف الواضح الاختلاف الواضح ما بين مبارح ومشاكل وتشويح ومشاكل داخلية وكولر مش عارف ماله وده ماله وده ماله والأمور جيدة جداً في كل شيء على الرغم من أن هناك مشاكل أنا قدر أقول لحضرتك عليها لو حضرتك ما تعرفهش مش أنا الإعلام المصري كله بيكتب على مشاكل تخص نادي الزمالة الإعلام المصري كله بيكتب على مشاكل تخص أو مش كله الحقيقة هي فعلاً الناس ما بتركزش غير مع النادي الأهلي الحقيقة ومعرفش ليه ولكن مش معرفش ليه أنا عارف ويمكن كل الأهلوية عارفين إن الأهلي زي ما دايماً كلمة رؤسيزة عصابشة تقول لك الأهلي بياع الأهلي بيبيع ولكن أتمنى أن يكون هناك حيادية حيادية خلال الفترة القادمة في كل التعليقات